يوم أسود في عدن نحو خمسين قتيلا وعشرات الجرحى في إحصائية أولية هم مجمل ضحايا التفجير الذي استهدف مدرسة تجمع فيها عشرات من طالبي التجنيد في المنصورة بعدن فبعد قرابة عام من تحرير المدينة لا تزال ظاهرة استهداف المعسكرات تحد من عملية تطبيع الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة فقبل أقل من شهرين كان معسكر الصولبان هدفا لعملية انتحارية مماثلة أودت بحياة عشرات الضحايا وهو المعسكر الذي عرف باستقباله للمجندين الذين يتم تدريبهم من قبل قوات التحالف معسكر بدر ومنزل العميد عبدالله الصبيحي كان أيضا هدفين لتفجيرات انتحارية استهدف الطالبي التجنيد قبل نحو ثلاثة أشهر ما أدى إلى مقتل العشرات منهم في كل مرة المسار نفسه يقع التفجير في معسكرات تستقبل مجندين وفي كل مرة يتكرر السؤال نفسه بعد كل عملية تفجير أين الحزام الأمني وأين تشكيلات الأمنية لكن لا جواب ولا أحد يتحمل المسؤولية فالترد الأمني الذي يقارب الانهيار في العاصمة المؤقتة أصبح هاجسا يؤرق الكثير في مدينة تبدو التفجيرات فيها بلا نهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر